يجعنا تاني معاكم مفاجأتنا اللي انتم كنتم استنيينها النهاردة الصيف والمواضيع مشاكل كتير مع السيدات طبعا ده موضوع متخصص جدا فانا هسيب دفتي اللي انا برده مخالي عليكم مفاجأة تقدمها وصفة عجيب ازايكو عامن ايه ويجعنا لكم تاني معاين دكتورة منار الغنام اخصائي الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر اهلا يا دكتورة اهلا بيكو بساطة المشاهدين اهلا بحضراتينا النهاردة طبعا مش اقول لك السيدات كلهم قاعدين حاولين الشاشة عشان ما عارفين ان هم فيه بقى كمية معلومات هياخدوها من الداخلين على الصيف والبشرة والكريمات والسان بلو كل حاجات بلايات ايه اكيد هنوعدهم كام بمعلومات مميزة جدا وهتساعدهم جدا وتفرق معهم كتير طيب تمام دلوقتي انا عايز اعرف ايه الواقي الشمس اختاره ازاي انا دلوقتي واقفة قدام الصيدلية وعايز ادخل اجيب واقي الشمس اختاره ازاي يكون مناسب لبشرة بالضبط واقي الشمس معروف ان هو من المنتجات اللي سعرها عالي شوية فاحنا عايزين نشتريه مظبوط وما نركنهوش عندنا وما نضطرش ان احنا نرجع نشتري غيره فدلوقتي لو ايست واقفة في الصيدلية وعايزة تعرف تاخد ايه من كل الحاجات اللي موجودة قدامها هنديها كده معلومات سهلة وبسيطة تخليها تختار اللي هي عايزة اول حاجة احنا هنقول لو انت بشرتك جفة اختاري كريم لو انت بشرتك دهنية اختاري جل او فلاود طيب لو انت عايزة تستخدميه اللوشن ده موضوع لست هنقوله لو انت عايزة تستخدميه يبقى مثلا حاجة تصلح للمصيف يعني هتغطي بيها مساحات كبيرة من الجسم يبقى نبتزي ان احنا نختار اللوشن او نختار سبي يبقى سهل طبعا في الابليكيشن بتاعه هي تقدر ترشه على كمية كبيرة طيب لو معاك طفل افصلي المنتج بتاع طفلك عنك نفس اللي انت هتجيبين نفسك بس هيكون مكتوب عليه فور كتس او للاطفال بنفس المعايير بتاعتك بالزبط بس تفهمين انت لو بشرتك دهنية ابعدي عن الكريم هيسيح على الوش وهيبتدي ينزل وتيجي تقول انا ما بحطوش ليه ما بتحطيهوش ليه ما بتلتزميش بيه اصل بيسيح يا دكتور فدي اول حاجة هنعملها بشرتك دهنية بلاش الكريم هاتي فلاود او هاتي شل البشرة الجافة بقى هم اللي قدروا ان هم يستخدموا الكريم وفي الحالة دي كمان هياخدوا منه فايدتين واقي شمس ومرطب لان واقي الشمس يعتبر من افضل المرطبات اللي موجودة في السوق فهي كده دي هنيئا ليهم بقى عندهم كده ايه فرصة عظيمة يعني للحاجتين يعني حظهم حلو طيب جدا البشرة الجافة اسأل شوية بصراحة من البشرة الدهنية يعني اسأل كتير طب انا مشاكل البشرة الدهنية دي مشاكل كتير كتير اناها موضوع المسامة الوسعة جدا فدي عايزين حل برضو الموضوع لان هما بيشتكوا ان المظهر العام وهم وقفين دكتور ياب سؤال مفيد جدا جدا وقفين في طالك انا بباقف في الشمس عايز اخد صور عايز اعمل اي حاجة فبلاحظ ان في مكان مسامات واسعة هي المسامة الوسعة تعرفها بالزبط ده زي الموضوع التعرق ازاي بالزبط المسامة الوسعة دي تعرفها بالزبط ان احنا كلنا بشرت ما فيها مسام عادية جدا ليها التسام معين كلمة واسعة دي وزي ما حتك ذكرت تكة حلوة جدا انها بتبان في الصور اول ما ننشوفها بالعين المجردة نقول خلاص هي كده دخلت ضمن المسامة الوسعة المسامة الوسعة دي من ضمن مشاكل البشرة الدهنية اللي بيحصل أن فيه إفرازات دهنية كثير بتبقى موجودة مع التعرق بتبتدي تسد مسام البشرة ويتسع المسام دي وتتشفل عين المجردة أكتر الأماكن فين؟ في الأنف وفي الخدود أكتر منطقة دهنية وأكتر منطقة فيها الغدد الدهنية طبعا هي سهيئة جدا وليها image وحش في التصوير بتبتدي تاخد زواية معينة مش عارفة تتصور مش عارفة تعيش حياتها كويس بشرتها دهنية كمان مضايقاها فاحنا هنقول كده روتين لصحبة المسام الوسعة أو البشرة الدهنية أول حاجة هتعمليها أنه عندنا غسول مناسب للبشرة الدهنية غسول البشرة الدهنية يا جماعة غير بقية الغسول لبقية البشرة انتهاتي غسول مناسب للبشرة الدهنية هتلاقي مكتوبة عليه مثلا كلمة سيبام أو كلمة أنه خاص بالبشرة الدهنية ده اختاريه نضفي وشك على الأقل مرتين في اليوم ليه بقى؟ عشان نزيل الدهون أول بأول كل منزلها أول بأول ما تتراكمشي ما تسدش ما تعملناش مسام كابا دكتور احنا مش هنذكر مثلا منتجات بعينها بس أنا وضح لي يعني الرؤية اللي وضحت لي كده احنا هنقوله من المادة الكيميائية مثلا من خلال الموضوع أن الموضوع ما أصبح شرفاهية يعني أصبح علاج وسبيل وقاية وعناية ومشاكل تانية كتير وحاجات كتير بتسبب لنا إخراج يمكن بتوصل لحد اليقات بتاعة الهدوم والكلام ده من التعرق والموضوع واضح أنه أنك حدريك بتعملي فوكس عليه هو مشكلته ليه ضرر طبعا نفسي وليه ضرر أن الشخص ده ما بيعرفش يعيش حياته طبيعية يعني ما بيعرفش بقى يكون موجود في شغله عادي ما بيعرفش يمارس حياته الطبيعية ونيجي بقى لمشكلة لو كانت ستة أو بنوتة أو ما إلى ذلك بتبقى طبعا عندها ضرر نفسي جديد والعمل النفسي والسترس يرجع يعمل لغبطة في الهرمونات بدورها تزود إفراز الدهون بدورها تزود المشكلة الأساسية اللي موجود فدخلناها احنا كده زي ما نقول في دايرة مغلقة فلازم نقصر الدايرة ونحلها على طول عشان قاطر الأمر ما يسوقش إذا عايزين مثلا برضو من ضمن التعليمات الحلوة الكويسة التلج يعني لو تعمل مكعبات تلج ودي بتتحط في الأول خالص قبل ما تيجي تستخدم سان بلوك أو قبل ما تيجي تستخدم أي حاجة على مشروطها بس أكيد التلج لها مش هيبقى مناسب للناس اللي عندها مساء مشاكل جيوب أمفية يعني هنا بقى هنستثني بس الفئات دي لكن في العادي هو كويس جدا ليه بقى؟ لإنه بيقفل المسام الوسع دي فبالتالي بيقدر يثبت أي حاجة هي هتستخدمها طب لو هنديها تكة بقى كده مميزة عشان البرنامج وعشان خطركم أنتوا بس حطي على مكعبات التلج ميت ورد ميت ورد تونر تونيك فهتقفل المسام إلى جانب ريحة جميلة والنعمة اللي هي هتسبها على البشرة مع التلج اللي هو هيقفل المسام فهتوصلي النتيجة مبهرة طب يا دكتورة مبهرة حدق دلوقتي قلت على البشرة الضهنية والبشرة الجفة أعرف إزاي أني بشرتي ضهنية وإزاي أعرف أني بشرتي جفة طبعا أخطر صحة بالضبط سؤال جميل جدا البشرة الجفة طبعا هم عافين بيجي أقولك بشرتي بتقشر بشرتي جفة بتغمق مني بهرش فيها اللي هي التسلسل العادي بتاع البشرة الجفة البشرة الضهنية بقى هنمسك التيزون هنمسك المنطقة اللي هي حرف التي كده الجبهة والأنف دايما هتلاقي المنطقة دي بتلمع هتلاقيها زيتية هتلاقي دايما لها إفرازات البشرة الضهنية هي أكتر عرضة للحبوب فتيجي تقوليك يا دكتور بيطلع لي كل فترة كده كم حباية متنطورين دي برضو تعرفني بشرة دهنية يعني اللمعة والإفرازات الدهنية الشديدة دي هم بيعرفون كل كده بشرة دهنية بالضبط تمام وفيه برضو تكة حلوة حتى لو البشرة مختلطة فإحنا بنتعامل يعني لو هتختاري منتج هتختاريه على أنها دهنية برضو يعني لو هي مختلطة أو دهنية ما تتعيبيش نفسك أول لنسبة كبيرة قوي للدهنية بالضبط أنت قوت إنها جفة اتصرفي بقى في حدود البشرة الدهنية برضو تعاملي على إنها كده برضو طيب أحنا دلوقتي لما بروح نشتري اللي هو سان بلوك بلاقي في حاجة كده مكتوبة فيها اس بي اف وفي رقم جنبها الرقم ده تمام الاس بي اف دي اللي هي هنفسرها اللي هي يعني معامل الحماية من الشمس الرقم ده مهم جدا بقى لأنه لو اخترناه أقل من اللي إحنا محتاجينه البرودكت مش هنستخدمه وهنركنه برضو على جنب إحنا محتاجين كام الاس بي اف بتاعتنا مفروض تكون خمسين 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 بتدي بروتيكشن كام تمانية وتسعين في المية من الشمس ده أعلى نسبة حماية نقدر أن إحنا نوصل له مناسبة جدا لبشرتنا كمصريين مناسبة جدا لو إحنا رايحين مصير لو إحنا طالعين بسين لو الولد هيتضرب في حمام سباحة أو ما إلى ذلك خمسين ده الرقم المظبوط أستعمل سام بلوك بتاعي قد إيه ده في اليوم يعني مرة مثل الصبح ولا لا طبعا بصي هنا بقى ما شاء الله الأسئلة جميلة جدا والتكاتحة وقوي قوي قوي وهي دي على فترة اللي بتفرق بين إن حد بيستخدم صح وبين إن حد يرجع برضو عنده تصفوغات ويقولك ده برضو أهو البقعة الغمقة وفرقة في الطرحتي ونفس الكريمة الطريقة بتاعته الصح اللي احنا نستخدمه قبل ما تعرض للشمس من تلت ساعة مثلا نص ساعة لكن ما حطوش وأنا نزل البسين خلاص بقى أو زي ما نسبت فيه حركة كده مشهورة قوي تلاقي الناس قاعدين على البسين ومسكين واقي الشمس وبيدهنوا غلط خالص ده كده ولا ليه أي تأثير نص ساعة قبل التعرض للشمس ونكرروا كل ساعتين ساعتين أو يعني حدك هتعملي إيه هتغديه في شمطتك وانتي خارج يعني مش هتسبيه في البيت أنا عيني أتعرف بس حاجة معش هو مش شرط الناس مثلا عشان برضو مشاهديننا الجمال أهلنا في الدلتا وفي المناظر وفي السعيد طبعا أخواتنا وحبيبنا وأهلنا بنتلع بنخرج بنروح للأرض وإحنا عاديين أو بنتبع مثلا إيه أوقات بقولك وقت الدراس وقت الجمع وقت الحصو فبنتلع طبعا إحنا ما يشكل حياتنا مصيف تمام فالجزئية بقى اللي عايزين نتكلم فيها هل في بديل مقرب للموضوع ده مستحضر طبيعي ما يكلفش يستي لبيت حاجة ما أنا هقولها دك على حاجة هو الفكرة بقى في حاجة في الصندوق يعني أنا بصراحة إحنا في معايير البحث على الإنترنت بتدخل كده على اليوتيوب هتلاقي الناس كلها عامل نفس الموضوع هتلاقي ملايين المشاهدات على نفس الموضوع في ناس بتجيب فانيليا ومش عارف وبيكند بودر ومش عارف ايه وحاجات ونشا وكريمات تمام وفزلين والحاجات دي بتبقى عاملة مشاهدات مهولة فهل الكلام ده له أساس من الصحة الموضوع ده لازم نفوكس عليه قوي طبعا مخصوصا معاناها طبعا متخصصة في الموضوع أنا هحلها كده ببساطة وبهدوء إحنا عشان نستخدم حاجات نحط مكونات إحنا مش عارفينها أو ما عندناش ورقة علمية بيها ما فيش صينتيفة جبيبر بتقول إن ده صح أو غلط فإحنا كده بنعرض نفسنا للتجربة هي تطلع صح هي تطلع غلط ممكن نستفيد منها في حاجة بس النشا واللبن البودر بيبين طب ما إحنا نسمع كلمة دي للو نهار إحنا هنقول حاجة تانية أسهل بنسمعها كتير والله يعني بقولك حدرتك أي نستخدم الكريمات بطريقة غلط إحنا المطلوب مننا نحط كمية عقلة الصبوع فتخيل حدك لو إحنا جبنا فلاود أو جيل أو كريم بيبقى دي كده عقلة الصبوع دي هتكفي كتير جدا إحنا لطريقة الاستخدام بتعوينينا هبناخد وندهن كمية كبيرة الكمية القليلة دي يعني إحنا معايش لو جبناه 100 جنيه وهنستخدم الكمية القليلة دي اللي إحنا قلنا عليها لو إنتي عايزة تعرفي معيار إفعنا هتستخدمي عقلة الصبوع يعني أصدح هدريك ما هو يقعد معنا وقت طويل بس الفكرة بأن إحنا إحنا إيه دلوقتي هو حاجة موصوق فيها وإحنا متحكمين إن الاس بي اف بتاعته خمسين يعني خمسين ما هو عد على رقباته وعلى حاجات كتير فإحنا كده ضامنين شوية إحنا بنعمل إيه طيب أخذ حاجة بس معلاش حاجة مهمة جدا أنا هجوب على كل الأسئلة للمجاهدين والكل ده بيوصلنا بعد كده والله بيقول مسألتش ليه مسألتش ليه داخلين عصيف جوه البيت بقى بره البيت في زيارات عائلية الدنيا ابتدت تبقى كده النصكم والشرطة البلتكور وكلام الجميل ده كله جلد الوزة الناس اللي عندناها المشكلة الصعبة دي يعملوا ايه؟ جلد الوزة ده أولا عشان نفهمه للناس ببساطة هنلاقي إن سطح الجلد عليه زي نتوقات كده صغيرة أو حبوب صغيرة لأنها بيكون أحمر أو جامع عن الجلد ليها مشكلة أو ليها مشكلة أولا إن هي باينة بالعين المجرد للأطراف التانية تاني حاجة إن هي بتتسبب لفقد في مرونة النعومة بتاعت الجلد ما بيقاش كده بقى بيقى خالص عليه نتوقات 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 فطبعا دي مشكلة كبيرة سببها إيه؟ سببها إن فيه مشكلة في الكيراتين بتاع طبقات الجلد توزيعه مش مزبوط فبيبقى فيه زيادة في أماكن وأماكن لأ وما إلى ذلك تاني حاجة من أسبابها برضو نرجع لإيه النظافة الشخصية فيه تراكم لخلايا ميتة والحاجات موجودة على سطح الجلد تبتدي إنها تعملنا برضو تراكم الكيراتين دي لخلايا ميتة برضو عايزين نتخلص منها يا جماعة نعمل إيه؟ دايما لازم نخسل الجسم كويس جدا ولازم ننظفه كويس جدا دي أول حاجة الحاجة التانية بالعقل كده إحنا عندنا حاجة عالية على سطح الجلد لازم نعملها تأشير اللي ونشلها التأشير بقى حتيك تقدري تختاري يا أما كريمات داخل المنزل بالضبط يا أما أن أنت بتلجأي الجلسة بتعمليها لو الحالة صعبة شوية بالنسبة للجلسة بقى دلوقتي طبعا ما فيه ست ما بتروحش الكوافير وتعمل تنظيف بشرة أكيد تنظيف البشرة ده صحي للبشرة ولا بيعمل لها جهد يعني بيبقى مجهود للبشرة عشان أنا دلوقتي راحة بعمل تنظيف بشرة طبعا هل ده صحي فعلا الكوافيرة بتبقى عندها خبرة في حاجة زي كده ولا ولا المركز الطبيع بصي هقول لحياتك على حياتك المفروض إنه ده إجراء بيتم داخل مركز طبي ليه بقى ليه هقولك ليه عشان إحنا بنستخدم فيه أدوات معينة داخل الجهاز أو فيه أدوة معينة كده إحنا بنشيل بيها الدهون المترقمة طيب أنا كدكتور بعقمها وبنظفها كويس جدا وبحافظ عليها في حالة وبقى لابسها جلافزي في إيدي وحضرتك الأول خلص بقى حطالك كحول وأنا عارفة كويس أوين أبعمل إيه إذا دي جت على المكان مش كويس أنا مش حطة هنا تعقيم وقعت مثلا بنستثنيها تماما وبنستخدم حاجة تانية معقمة جديدة من أول وجديد طبعا في الكوافيرات أكيد مش هتم بكده إيش هيبقى فيه تعقيم بحاجة كمان حضرتك الدكتورة متخصصة فعارفة كل جزء إحنا عارفة إيه اللي ممكن تستعمليه هنا وممكن تستعمليه هنا غير الكوافيرة بيبقى أكيد يعني طبعا نيجي لحاجة تانية لو هي استخدمة مادة كميائية يعني لو هي جت تعمل تأشير بمادة كميائية أو حاجة إحنا عندنا بقى علامات مهمة جدا أنا كدكتورة عشان أعمل تأشير كميائي بياخد يعني دورات كتير جدا تدريبية من أسابزة في الجامعة وبيعلمونا وبيعرفونا إن أحد دي طبقة طبقتين تلاتة حضرتك ممكن مرة طبقة تلاتة طبقة واحدة طيب أنا بتوقف لما بشوف علامات معينة زواهر علمية بتظهر لي على الجلد تقول بس كده ستوب يا دكتور طيب منين الكوافير هيعمل ده ففي الآخر بيجوا عمره وضع طبقة كبيرة جدا طبعا مش هينفع بقى مرة واحدة كده طبعا بس على الأل إحنا كده فدنا الناس هم إنتوا لو عايزين تعملوا تأشير هتروحوا للدكتور لو عايزين تنظفوا بشوف هتروحوا بمركز بس زرط كده عزيزين مشاهدين كنا معاكم في الفقرة الجميلة دي طبعا منواجه الشكر والتحية والعرفان والتأدير وكل حاجة جميلة بصحبة الخطو العزيزة اللي نورتنا النهاردة متسكرة جدا أنا سعيدة جدا بيكو وسعيدة بجمهوركو مبسوطة جدا أن أنا كنت معكم نهاردة شرقتين وقفت ستات كلهم من نهاردة ويا رب يكونوا المعلومات اللي هي الدكتور قالتها تكونوا استفدتوا منها وفهمتوها وحفظتوها عشان تعملوا بيها عشان نرجع للدكتورة لها إيه مرسي يا دكتورة فعلا أفاتينا كلانا مرسي ليكو لسادة المشاهدين كل ما يهن الأسرة والطفل انتظروا الفكرة الجاية موضوع عن تعديل السلوك بمبونية كده أو حاجة حاجب من الآخر طلعين فاصل راجعين بسرعة استنونا